الانقسام المنصف ميوسيس نسبة الإصابة بمتلازمة داون هي مولود واحد لكل 800 مولود انظر يا أبي إلى هذا الطفل إنه مصاب بمتلازمة يطلق عليها متلازمة داون نعم وهؤلاء الأشخاص مصابون بنوع من الإعاقة الذهنية والجسدية ولماذا يولدون بهذه الإعاقة؟ بسبب انحرافات في عدد الكروموسومات أثناء عملية الانقسام المنصف وماذا يقصد بالانقسام المنصف؟ الانقسام المنصف هو مراحل تحدث في الخلايا الجنسية تمر بها الخلية الجنسية لينتج عنها أربع خلايا أحادية المجموعة الكروموسومية وأين يحدث الانقسام المنصف؟ في خلايا خاصة بالجهاز التناسلي للمخلوقات الحية التي تتكاثر جنسيا عن طريق الأمشاج الجهاز التناسلي للحيوانات والإنسان هو الخصية في الذكور وتنتج حيوانات منوية والمبيض في الإناث وينتج البويضات إذن في الانقسام المنصف وظيفته تكوين الأمشاج المذكرة والمؤنثة لإتمام عملية التكاثر لذلك يحدث الانقسام المنصف في المخلوقات النباتية في متك الزهرة كعضو مذكر ينتج حبوب اللقاح ومبيض الزهرة كعضو مؤنث ينتج البويضات بالضبط كما أن الانقسام المنصف يقوم بنقل الصفات الوراثية ويحدث على مرحلتين لكل مرحلة أربعة أطوار وما أطوار المرحلة الأولى الطور التمهيدي الأول الطور الاستوائي الأول الطور الانفصالي الأول الطور النهائي الأول ولا تنسى يا عبد الله أن الطور البيني يسبق الانقسام المنصف الأول ويحدث فيه تضاعف للمادة الوراثية ثم يبدأ الطور التمهيدي الأول من الانقسام المنصف والذي تتكثف فيه الشبكة الكروماتينية وتظهر الكروموسومات في أزواج متماثلة بالطبع كما يتقارب كل كروموسومين متماثلين ويختفي الغشاء النووي والنوية ثم يبدأ الطور الاستوائي الأول الذي تصطف فيه أزواج الكروموسومات المتماثلة على خط استواء الخلية مع اتصال خيط المغزل بالسنترومير هل تعلم يا سالم ما الذي يحدث لزوج الكروموسومات المتماثلة في الطور الانفصالي الأول؟ أعتقد أنهما ينفصلان كما يتضح من اسم الطور عن طريق خيوط المغزل التي تنكمش لتشد كل منهما إلى قطب الخلية المقابل أحسنت ثم يبدأ الطور النهائي الأول حيث ينقسم السايتوبلازم وينتج خليتان تحتوي كل منهما على كروموسوم واحد من الأزواج المتماثلة محاط بغشاء نووية ثم تدخل كل منهما في المرحلة الثانية من الانقسام المنصف والأطوار الأربعة للانقسام المنصف الثاني هي الطور التمهيدي الثاني الطور الاستوائي الثاني الطور الانفصالي الثاني الطور النهائي الثاني إن أسماء أطوارها تتشابه مع المرحلة الأولى فهل تظهر خيوط المغزل والكروموسومات في الطور التمهيدي الثاني؟ ثم تصطف الكروموسومات على خط استواء الخلية وترتبط بها خيوط المغزل عند السنترومير في الطور الاستوائي الثاني كما في المرحلة الأولى؟ نعم ثم يبدأ الطور الانفصالي الثاني الذي ينفصل فيه السنترومير وتنكمش خيوط المغزل فتنفصل الكروماتيدات عن بعضها متجهة إلى قطب الخلية المواجه لها ويطلق على الكروماتيد بعد الانفصال كروموسوم وأخيرا ندخل في الطور النهائي الثاني الذي تختفي فيه خيوط المغزل ويتشكل غلاف نووي حول الكروموسومات ثم ينقسم السايتوبلازم وتنتج خليتان عن كل خلية ليكون الناتج أربع خلايا جنسية أحدية المجموعة الكروموسومية ولكن قد تحدث انحرافات لعدد الكروموسومات في الخلية الجنسية أثناء عملية الانقسام المنصف وهذا شائع في النبات وقليل في الحيوان وما النتائج المترتبة على هذا الخلل؟ يمكن أن تموت البويضة المخصبة الناتجة من هذه الخلايا أو قد تنمو وينتج مخلوق يكون عدد الكروموسومات فيه أكبر من العدد الطبيعي مثل متلازمة داون أو أقل مثل متلازمة تيرنر ويؤدي ذلك إلى نمو غير طبيعي للكائن أشكركما والآن سأغلق التلفاز وأذهب لإساعد أمي ولكن لخص ما تعلمته اليوم أولا يمكننا تلخيص ما تعلمناه اليوم فيما يلي الانقسام المنصف هو مراحل تحدث في الخلايا الجنسية تمر بها الخلية الجنسية لينتج عنها أربع خلايا أحادية المجموعة الكروموسومية يحدث الانقسام المنصف على مرحلتين تشمل كل مرحلة أربعة أطوار ينتج عن الانحراف أثناء عملية الانقسام المنصف خلايا جنسية تحتوي على عدد من الكروموسومات أكبر أو أقل من عددها الطبيعي